في المركز الشرق العربي في لندن فباسمكم وهي أجمل تحية وسوف نوجه له بعض الأسئلة التي تخص المسألة السورية ونبدأ هذه الأسئلة بما هو الواقع على الأرض السورية أستاذ زهير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي نبيل يمر بالعالم هذه الأيام الذكرى أو اليوم العالمي كما سموه للعنف ضد المرأة لمقاومة هذا العنف الذي يستعمل ضد النساء وعلى مستوى الكرة الأرضية يبدو قضايا العنف ضد المرأة وأقل ما يمارس من العنف ضد النساء عادة هو ما يمارس في بلاد المسلمين لأن الحالات التي نطلع عليها في هذه البلاد رغم أن القوانين كلها تقف إلى جانب المرأة لكن العنف حالة ظاهرة عالمية يتعرض لها النساء يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعفين المرأة واليتيم فهذا العنف الذي هو حالة عالمية يبدو من شراكة يعني غير متوازنة جسدياً أنا أقول بين الرجل والمرأة اليوم له ظل غليظ في سوريا هذا الظل الغليظ في سوريا وثقته ستون منظمة ستون منظمة حقوقية إنسانية تتحدث أو تحدثت هذه الأيام عن أشكال عنيفة لهذا العنف الذي تتعرض له المرأة السورية النساء السوريات الأم والبنت والأخت السورية تحدثوا عن وأنا أقولي بشار الأسد اللي هو وليد المعلم لعمران الزعبي لأن هذا عمران الزعبي يعني من عربنا من حوران ووليد المعلم من إدلي برفع رأسك عالياً لأن هذه الأرقام تجعلك تلمس على شناباتك كمان ست آلاف حالة اغتصاب لنساء السوريات حسب تقارير هذه المنظمات حتى ما تختلط الأمور قامت بها قوات الأسد القوات التابعة لبشار الأسد ست آلاف حالة اغتصاب يا وليد يا عمران ست آلاف حالة اغتصاب هذه المنظمات وثقت انتهاكات قامت بها قوات المعارضة اللي بسموهم قوات الثوار يعني مشان أنا لكن قال ليس فيها حالة اغتصاب أو عدوان جنسي واحد حتى نكون الأمور صافي وافي وكل شيء واضح أمام كل العالم ست آلاف حالة اغتصاب آلاف منهم لنساء دون الثامنة عشر يعني يعتبرون طفلات حالات اغتصاب جماعية كثير من حالات اغتصاب ما تتم لا في الشوارع ولا على الحواجز فيه في الشوارع والحواجز وفي البيوت لكن تتم في أقوية المخابرات حيث يحكم قانون ويسود قانون بشار الأسد الأخلاق لهناك هذه حالة المرأة السورية في اليوم العالمي لمقاومة العنف ضد النساء الحالات هذه حالات صارخة ما أستطيع أن أقول هذا أو أن أعيد فيه لأن قلبي لا يتحمل الحديث عن هذه الحالات أضعه برسم الضمير الإنساني الشرف العربي القلق العربي القلق الإسلامي أنا مع أهدي أن الفرس يعني الإيرانيين والشيعائي باحيين أو أن العرض لا قيمة له عندهم أنا لا أتصور هذا لا أتصور أن هذا سهل عند حسن نصر الله ولا عند خمينائي لكن أضعه برسمهم أيضا لأن الحديث دائما يبقى بين الخصوم والأعداء المتحاربين قيم اللي حكى عليها أخونا السمراء هذه المرة قيم الفروسية والنبل والأخلاق المحاربة والماء يعني أنا أضع هذا أيضا برسم حسن نصر الله ستين منظمة حقوقية إنسانية توثق ما هي محسوبة على المعارضة ستة آلاف حالة اقتصاب لتقوم بها قوات بشر الأساد وداعموها ما أدري إذا قوات حسن نصر الله تمارس هذا قوات خمينائي قوات أبو الفضل العباس أبو الفضل العباس تأكد أنهم مشتركون في مثل هذا يعني هذه الجريمة طبعا إلى جانب حالات الاغتصاب هناك عندك عمليات القتل الذي يستهدف النساء خصيصا والقتل للنساء الحوامل بشكل أخص عندك حالات الخطف الذي يتم على النساء بشكل خاص اعتقال المرأة لكي يقوم ابنها أو أخوها بتسليم نفسه وتهديدها بالاغتصاب في حال لم يسلم نفسه أخذ النساء يعني رهائن كل هذه العمليات تتم في ظرف نحن نعيش فيه في القرن الحادي والعشرين الضمير العالمي اليوم أمام هذه المسؤولية يتحمل هذا يدير ظهره لكل هذا ما يزال بشار الجعفري ممثل هذه العصابة يجلس على كرسيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يزال الأخضر الإبراهيمي عراب جنيف اثنين وبان كيمون يقول يلا تعالوا اجلسوا مع هؤلاء الناس لتتفاهموا معهم ما زلنا نسمع أصوات من بعض المعارضين السوريين يقولون يجب أن نتفاهم ويجب أن نصطلح ويجب أن نصل إلى حلول وسط كل هذا هو مستجد المشهد السوري إلى جانب عمليات القصف والقتل التي ما تزال مستمرة والانتصارات الجميلة الكبيرة التي يحققها الجيش السوري الحر بكل فصائله زادهم الله قوة وتمكينا ومكنهم أكثر من الأخلاق الإسلامية التي تجعلهم يترفعون عن كل هذه الدنايا وعن كل أشكال الانحطاط هذا نحن كلما كانت أخلاقنا أرفع كنا ممثلين حقيقيين لثورة الشعب السوري بكل أبعادها سيد العزيز حينما يقول بن كيمون أن الحرب السورية أكبر تهديد للسلم العالمي ليه بيقولها الآن؟ ليه ما بقى قال بالأول؟ يعني أولا هذا تصريح مهم وخطير اليوم أن يعطى ما يدور في سوريا اليوم على رأي بن كيمون بأنه أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين لأننا نعلم أخي نبيل بأن المهم الأساسي للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي هو حفظ الأمن والسلم الدوليين الآن هذا الكلام له بعدين ترى البعد الأول أنه ينظر إلى خطورة ما يجري في سوريا من ناحية لكن البعد الثاني وهذا أمر عانينا منه في سوريا طويلا هو لا ينظر إلى خطورته بنعكاسه على الشعب السوري دوليا شعب السوري خلاص مباح يعني مهدور الدم يفعل في بشار الأسد ما يشاء هو بالنسبة لبان كيمون الشعب السوري مشطوب من الحسابات الآن هو ينظر إليه إلى ما ينظر ما يجري على الأرض السورية على أنه تهديد لدول الجوار تهديد للأمن والسلم خارج سوريا وبالتالي بن كيمون اليوم ومنذ سنوات منذ بداية الثورة كان عينه دائما إما يتحدث لك عن الأقليات أو ما يمكن أن يجري على العراق أو ما يمكن أن يحصل في لبنان أو ما يمكن أن يحصل فلم يكن في يوم من الأيام مهتم لا هو ولا كثير من السلسة الدوليين مع الأسف كانوا مهتمين لما يجري على الأرض السورية اليوم نحن أمام هذا المشهد وأمام هذا التصريح الخطير نسأل البانكيمون طيب وما هو وما هو الإجراء اللازم لوقف الذهاب إلى جينيف الآن الذي أجل خمسين يوما أو أكثر من خمسين يوما لن يأتي بنتيجة لن يأتي بنتيجة ولا سيما القبول بجينيف عندما يقول بشار الأسد أنا قابل بجينيف أبسط أبسط مختضاياته أن يوقفوا القتل أن يوقفوا التدمير أن يوقفوا القصف بالطائرات أن يطلقوا سراح المعتقلين أن يوصلوا الطعام إلى المحاصرين أبسط مختضاياته أن يعطوا السوريين المشردين واللاجئين جوازات سفرهم أن يتوقفوا عن سحب الجنسين يعني كل هذا الأرض كما يقولون يسير إلى الخلف وبانكيمون والأخضر إبراهيم يتحدثون عن مسيرة إلى الأمام هذا كله فيه تجاهل حقيقي وتجاهل خطير لطبيعة المأساة التي تجري على الأرض السوري ما رأيك بتصريح أوباما الذي يقول لا يمكن استبعاد الحلول السلمية في معالجة مشكلات العالم طبعا هذا يعني الضعيف أوباما بهذا التصريح يدافع أمام شعبه وأمام العالم عن سياساته الخلقاء وعن هزائمه وعن تنازلاته طبعا لا أحد يناقض كل الناس تفضل الحلول السلمية لكن الحلول السلمية الجذرية ليس الحل على الطريقة السورية أنه نحن بنأخذ السكين من القاتل بنقول له خلاص عفري ما عليك وانتهى موضوعك وكأن شيئا لم يكن هناك ضحية قتل هناك آلاف الأطفال قتلوا هناك آلاف البشر قتلوا ليس فقط في الغاز الكيماوي بالغاز الكيماوي وبغيره وبالتالي أوباما الآن الذي اليوم حتى الكونغرس الأمريكي نفسه حتى مجلس الشيوخ نفسه مجلس الشيوخ أخي في التركيبة البرلمانية محسوب على حزب أوباما على الديمقراطيين وليس محسوبا على الجمهوريين كل الذي يمكن أن يفعلوه قالوا أنه يطولوا شوي اتخاذ قرار نحن نقول أنه يمطمطوا مش لن سيرفعوا العقوبات عن إيران هم لن يضيفوا عقوبات إضافية وبدوا يمطمطوا القضية يعني من هون لشهر وشهرين بحيث أنه ما عندهم ست أشهر فسيدخلون لأنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا حتى الآن وهم ساسة مان مثلي يعني هؤلاء عضاء مجلس الشيوخ الأمريكي دهاقنا مش درويش مثل حكيتي يعني أنا هنا اللي إحنا بقولونا ما بتفهموا بالسياسة وما بتعرفوا تعقوا سياسة طيب إحنا على درويش على باب الله لكن هؤلاء دهاقنت السياسة الأمريكية قلوا لي أوباما يعني نحن لم نفهم عليك ولا نستطيع أن نستوعب هذا التخريب الذي تفعله الآن للهيبة الأمريكية وللمكانة الأمريكية وللسمعة الأمريكية أوباما الذي يقول لا يمكن استبعاد الحلول السلمية الحلول السلمية يجب أن تكون يعني مؤدية لنتائج حقيقية أما هذا الذي يقود المشهد إليه الآن سواء على صعيد صفقة مع إيران وأنا لا أريد أن توقف كثيرا عند صفقته مع إيران أو صفقته وشراكته مع بشار الأسد اليوم أوباما يجعل من الشعب الأمريكي ونحن نقول من الشعب الأمريكي لماذا؟ لأن أوباما ممثل شرعي للشعب الأمريكي أوباما رئيس منتخب للشعب الأمريكي يجعل من الشعب الأمريكي شريكا لمجرم حرب من وزن هتلر وستاليني والفاشيين يعني موسيليني أوباما عندما يدخل الآن في شراكة مع قاتل الأطفال بالكيماوي يضع الشعب الأمريكي يضع مبادئ نيلسون الأمريكية يضع مبادئ الثورة الأمريكية كلها على خط موازاة في ميزان بشر الأسد الحلول السلمية مطلوبة ومقبولة على أن تكون حلول ناجعة ما فعله أوباما حتى الآن في سوريا يستعصي على الفهم الصفقة التي يعقلها مع الإيرانيين اليوم والتي اليوم أخي نبيل نتذاكر وأذكر نحن اليوم أنا كنت أتابع موضوع المفاوضات المتقدمة جدا الطبخة المطبوخة من تحت الطاولة بين الإيرانيين والأمريكا قلنا البارحة أنه من أول العام الحالي وهم شغالون عليه اليوم تقرير يقول تتذكر ولا أنه ذكرك ستتذكر وتضحك عندما ذهب السلطان قابوس إلى طهران وتسألنا شو سر الزيارة وبدأنا نخمن وحللنا وقلنا واعتبرنا اليوم تقرير يقول السلطان قابوس قام بمهمة لمرتين السلطان قابوس باعتباره عربي وأبن المنطقة ويمكن تفهمها الإيرانيين وبنفس الوقت هو على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة قام بزيارتين لطهران في إطار تدميث الأجواء في هذه المفاوضات التي كانت تجي أظن الآخر زيارة كانت من ثلاثة أشهر وعلقنا عليها يوم هنا وذهبنا نحن عندما نحلل نقول هذا تحليل ثم نقول هذه معلومة أحيانا نحلل نحلل كما يقول ربنا رجما بالغيب نحاول أن نربط الأشباه والنظائر كما يقول علماؤنا لنصل إلى ما نعتقد أنه الحقيقة فهذه جزء كبير من هذه المفاوضات التي تدور والتي الآن يقول أيضا هذا التقرير الذي كنت أطلع عليه أنه بنود الصفقة الأمريكية الإيرانية ستتكشف يوما بعد يوم وليس صحيحا ما سطره البعض الذين نحترم كتاباتهم بأنه ليس هناك فصلا سوريا في الصفقة الأمريكية الإيرانية الصفقة يقولون جنيف الإيراني هو الذي طبخ جنيف السوري وعلى ناره سينضج جنيف السوري وبعد إطلاق أو التوقيع على بنود جنيف الإيراني تم الإعلان مباشرة عن جنيف السوري بتعرف من قبل رد الأخضاء الإبراهيمي هذه المرة طلع زعلان طلع زعلان وقال ما رضوا يحددوا موعد الآن بعد أن تم الإعلان عن جنيف الإيراني تم تحديد موعد جنيف السوري تم تحديد موعد جنيف السوري أخي نبيل إذن سواء حضرت إيران أو لم تحضر إيران لكي الناس لا يأخذوا الأمور بظاهرها إيران حضورها ما هو جسماني يعني بعض الناس بدون ما يحضر بيكون موجود البنود الاتفاق الذي سيوقع عليه الذاهبون إلى جنيف أنا أقول لهم وأقول لكل السوريين بنود الاتفاق معدة وجاهزة ولن تضيف إلا فاصلة أو حرف عاطف كيف؟ لأن المعنيين بالأمر قل قضي الأمر الذي فيه تستفتيا لما واحد شاف الطير بيتاكل من رأسه والتاني رأى نفسه يعصره خمر يعني يعصره عناء هذا مسميه مجاز يعصره عينبا فيصيره خمرا هكذا نقول بل هذا ما هو ما شافها بيعصر عناء خمر بيعصر عناء بتأصر عناء بيصير معك عصير عناء بعدها يستحيله خمرا على كله فإحنا الآن لما أعلنوا الموعد معنى ذلك اتفقوا على النتائج تبقى الصيرورة النهائية طريقة الإعلان يعني الفيلم السينمائي الكاتب بيكتب قصة الفيلم سيناريو منسميه بيأتي المخرج بيختار الممثلين الذين يتناسبون مع كل شخصية بيوزع عليهم الأدوار بيحفظهم الأدوار بيبقى كل شيء بيكون جاهز أحيانا بكونوا مسجلين حتى النسخة المسرحية بتم عرضها بالأشخاص الحية يعني أشخاص أحياء أمامك على المسرح بقدوا الأدوار لكن بالفيلم لا مان أشخاص أحياء يعني التصوير تم وأحيانا مخرج الفيلم بيعيده للممثل أو الممثلة اللقطة سبع مرات ما تزبط معه بقول له لا هيك لازم عيد كذا حتى تزبط معه اللقطة الآن كل الفيلم مدبلج منتهي باللغة الفارسية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وآخر المسخة ستصل إلى الاعتلاف باللغة الاعتلافية الاعتلافيون الذين سيذهبون إلى هناك يعرفون مهمتهم جيدا يعرفون أن مهمتهم أن يقرأوا النص بعناية وأن يوقعوا عليه وإذا ما وقعوا ما بروحوا الما بدي يوقع ما بيروح اللي بدي يروح بدي يروح من أجل التوقيع حينما يكون الإنسان أخي نبيل أنا أقول هذا بكل أنا لا أتهم أحد عندما يكون الإنسان قد وضع نصب عينيه مستقبله الشخصي مستقبله السياسي موازناته تختلف على الإنسان ما له طموحه لا عنده مستقبل سياسي الذي سيذهب إلى الجنيف ولن يوقع سينتحر سياسيا لأنه يدرك لأنه يدرك أن منصة هذا العالم التي يريد أن يصعد عليها هي بيد البواب الذي يدعو إلى جنيف اليوم بالتالي وإذا رفض لنطرد رفض سننتظر سننتظر الذي سيرفض الذي سيرفض الأمور واضحة أنت لا تدعو ماذا يعملون له يحجزوه لا 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 يحجز أحد كيف إحنا كان عندنا الثقاليل عندنا علاج شعبي للثقاليل نربطها بخيط حرير ناعم جدا نربطها ونتركها يومين ثلاثة ترز واضحة الصورة انتهى يعني الرسالة وصلت هذه الثورة بيد أصحابها بيد أبنائها بيد رجالها المتطفلون عليها لن يجدوا طريقا للالتفاف مع الملتفين ننتصر ننهزم هذه قضية هذه قضية إن شاء الله لن ننهزم هذه قضية معركة تدور على الأرض السورية هذا يفند كلامك يا سيدي ما قاله جون كيري جينيب أفضل مكان لتشكيل حكومة ائتلافية هذا يفند كلامك ما قاله كيري يؤيد كلامي ولا يفنده ائتلاف معمي ائتلافية بينك الائتلاف هو جمع أطراف يأتلفوا المختلف كان عندنا كتب عنوان المؤتلف والمختلف دائما المختلفين يأتلفوا والمهم عندنا في سوريا من قتل الأطفال حتى بالغاز هذا ما لهم دخل فيه هل سنأتلفوا معهم لا 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 طيب دعني دعني هذا كيري ما جايل لسيرها هؤلاء الذين فابيوس قال أيضا مثل كيري فيه كان كتاب عنوانه التفكير المستقيم والتفكير الأعواب لا أتدور لكتب لا أسمح لكلمة كلمة 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 لطيفة هي بيت لاركان مألفه يقول أن العبارات الجمالية البلاغية الجميلة هي طريقة من طريق خداع الشعوب وخداع الناس حط لك عبارة جميلة طيب الوفد الذي سيقوله ما فيه لبشار الأسد فابيوس يقول لما كان ليبشار طيب الوفد اللي يبعثه لبشار مين هو لما نقول لما نقول شو يعني بدك ما يبعث وفيد دكتور نبيل لما نقول في اللغة العربية حفر الأمير البئرة وهو نزل لحاله حفر لا لا فيه واحد غير حفر طيب إذن لما نقول حضر بشار جنيف مشارط يجي بشخص بشار يعني أكبر هو يبعث ناس أصابع أنامل مؤتمرين يمثلونه لا أحد الذهب إلى يعني كل هؤلاء الذين يأتون الموظفين عند بشار يأتون وكأن بشار قد جاء ممثلين لبشار هذا الذي يدعون إليه اليوم بالصياغة المطروحة بمؤتمر بلا أرض وبلا سقف لماذا المؤتمر؟ لماذا المؤتمر؟ لم يقولوا لم يقولوا هذا بشار لو قال أنا قلبي على سوريا وأنا أريد أن أنسحب من الحياة السياسية أنا والمجموعة اللي معي تعبنا إحنا ولأنني لا أريد أن أترك سوريا للفوضى سأعطي فرصة لمجموعة من السوريين تشكل حكومة انتقالية وإحنا برا هذا يصبح مؤتمر سليم بغير هذه الصيغة معنى ذلك أن هذا المؤتمر لعقد شراكة مع هؤلاء الذين قتلوا بكل وسائل القتل نحن أمام عملية التفاف على الثورة السورية أنا لا أريد أن أتهم أحدا وأنا أعرف صعوبة المواقف واستحقاقاتها والموقف الدولي وهؤلاء الذين يتحملون مسؤولية القرار هنا قل فابيوس سيكون جينيف بدون الأسد ماذا يعني؟ ما يعني أنه يريد أن يخدعنا بعبارات جميلة يخدع يعني؟ هذا معنى العبارة كيف بدون الأسد؟ كيف بدون الأسد؟ وممثلي الأسد جالسين على الطاولة؟ الآن فابيوس لما بيحكي وبيتكلم وبيجي وبيحضر مو معناته أولند موجود في فابيوس؟ لو أنا فابيوس وقاعد فيصل مقداد وهذه اللقاء فيصل المقداد هو شيء غير بشار الأسد يعني اسمح لي وهذه الثانية ما اسمها؟ بثينا شعبان وأنا فابيوس عمي أنت فيصل وأنت بثينا مين بعثكم؟ قالوا بشار بشار راح ما في بشار أنتو هم روحوا إيش اللي يصير لو قالوا لهم هشكل اللي يقول لهم هذا الكلام ليس من حقه لأنه ليش ما من حقه؟ لأنه الذين دعوا بدون طرفين في المؤتمر ناس يمثلوا بشار لأنه لما يقولوا على الطرفين أن يحددوا فريقهم المفاوض من الذي سيحدد الفريق المفاوض في جينيب؟ فيصل مقداد هو فيصل سيحدد أمين لكن؟ طيب أنت أنا أسألك سيحدده موش فيصل بشار الأسد وماهر الأسد وعلي مملوك والذي ثبحوا السوريين هم الذين حتى فيصل مقداد بجوز ما يبعثوا يبعثوا لك ناس فيصل مقداد بعتوا لروسيا بس يمكن يبعثوا لجينيب يبعثوا لغير واحد يعني هذه القضية نحن أمام ليه متشائم من تلك الدولة؟ لست أنا أقرأ السياسة كما هي لست متشائما أنا أقول يجب أن نواجه الحقائق هذا المؤتمر لإعادة تأهيل وتجميل أو عقد شراكة مع بشار الأسد هل السوريين جاهزين؟ كيف شراكة؟ أي هذا المؤتمر؟ يعني أنت هذه الطروحات عقد شراكة؟ هم سيذهبون لهذا سيذهبون لهذا مدعوين لهذا مين لك عقد شراكة؟ اللي أفرق؟ كل القائمين على الموضوع حتى يقال أول مبارح قالوا للإتلاف الوطني قالوا حتى رأي روسيا تغير تجاه بشار أنا أول مبارح والمبارح الحقيقة استوقفتني نقول ينقلها أفراد من الإتلاف الوطني أنه هكذا قالوا لنا وهكذا قالوا لنا وعبارات لذلك أنا أقول البلاغة جميلة عبارات دبلوماسية للضحك على الناس أنت كسياسي يجب أن تقرأ العبارة السياسية على وجهيها الروس موافقين على جنيف واحد بالتفسير الذي طرحه الشعب السوري لا الذين يدروا هلأ نحن مو قالوا جنيف واحد واللي جابنا معه كان كوفي عنان جنيف واحد شغل كوفي عنان صحيح جميل صحيح وخرجوا مختلفين على تفسير جنيف واحد من أول يوم الآن صارنا من جنيف واحد يمكن 15 شهر هل تم الاتفاق الآن على تفسير جنيف واحد يمكن مو يتم رح يتم انت عفهم الدرجة اللي تدوس عليها نازم تكون منتية جنيف واحد أساس مش سقف جنيف اتنين سقف يمكن يتم فيه أشياء كثيرة جنيف واحد أساس هذا الأساس يجب أن يتم إقراره الذين يذهبون إلى جنيف اتنين قبل إقرار تفسير ليس لجنيف واحد تفسير جنيف واحد يضحكون على أنفسهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على شعبهم يجب أن يصدر بسموها مذكرة تفسيرية تعليلية لجنيف الله نحن بزمانه الإنجليز واللي ساولنا اتنين اربعة اتنين من أجل بعد السبعة وستين قديش دوقونا من الأراضي المحتلة أو من أراضي محتلة وللآن أليف ولامه بدون وأليف ولامه ودخلنا فيها وللآن داخلين فيها صار لنا الآن خمسين سنة وما خرجنا منها الآن إحنا رايدين يساوي سوريا واثنين اربعة اتنين جديد أنا ما أعبت أتكلم يا أخي إذا كان اتفقوا معاكم أنا أقول للأخوة في الاعتلاد بكل الحب والاحترام أنا لا أتام أحد اتفقوا على تفسير جنيف واحد صار عندك دوسة مكينة دوسة عليها تنتقل للي بعدها إذا ما نمتفقين على تفسيره ما بدي أنا متفقين على عنوان بدي اتفاق على مضمون جنيف واحد كيت 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 ما نمتفقين يا أخي لا سوريا موافقة ولا إيران موافقة ولا روسيا موافقة ولا كل حلفاء بشار طيب أن يتحدث طرف ويسمط الطرف الثاني هذا ليس نحن لسنا في عملية أب بزوج بنته البكر ورجالات الاعتلاف المحترمين اللي بقولوا قلنا لهم وقلنا لهم ما بهمنا قلتولهم العقود إجاب وقبول هذه شروطنا إذا قالوا موافقين الذين يدعون المؤتمر جميعا وليس فريقا منهم الإبراهيم يقول لا يجوز الدخول إلى جنيب مع شروط إذن هو مؤتمر حفلة رقص حفلة بدون شروط لو قام وليد مع المقال نحن جايين بلا شروط نريد أن يخاصره لسيد الأخضر الإبراهيمي أو بده يتبادلوا الأنخاب وين ويت ووين ريد مثل ما بقولوا طيب وبعدين لابد أن يكون هناك شيء محدد بدون شروط بدون شروط صار مؤتمر ما له معنى لا لون ولا طعام ولا رايحة لماذا تضييع حقوق السوريين لماذا هذا التبالغ في تضييع حقوق السوريين إحنا ناس أصحاب مصلحة نريد السلام نريد الأمن نريد الحل نريد أن نرفع هذه المحنة عن شعابنا نعم وكلنا حريصون على ذلك أخي هذه الأمور التي يجب موافقين عليها من يجي على بركة الله ما أننا موافقين ليه للأغد واللعب في هذه الدوامات وإدخال القضية السورية في دهاليز المكر والمكر المتبادل مع المجتمع الدولي تصريح كيري أي حكومة انتقالية أي حكومة انتقالية إزل بشار الأسد كل المعلقين اللي بطلعوا باسم سوريا بقولوا هذا الكلام لا له أصل ولا مقبول ولا أحد يجي بسيرته والله كل اللي بطلعوا ما أحد قابل الروس لا يقبلوا هذا الروس الآن لما بقعدوا مع السورين بقولوا هاي قضية مؤجلة ما تركي لكم تصطفلوا أي يعني هذا تهرب هذا ليس تنازل كما يريد أن يفهمه البعض هذا تهرب الإيرانيين لما بقول لك احنا مع الشعب السوري طيب هذا تهرب مع الشعب السوري توقف عن الساعد لماذا بالأمس يقولون الإيرانيين يحضرون فقط الجلسة الأولى لا هم يعني يعني اقترحوا حلول الآن أول شيء الإيرانيين ما زالوا متمسكين أنه هم يحضرون لا يحضرون إذا كان المؤتمر بدون شروط يعني هم بدربوا بكاس هم عصير برتقال مثلا لأنه حفلة التبادل أنخاب مثل ما بقولوا هم قالوا منحضر إذا كان المؤتمر بدون شروط اللي عمالي دبلجوا الخلاف بحضور الإيرانيين من عدمه قالوا منجعل حضور يعني في حضور للمنتحاورين والمشرفين عليهم وفي حضور بدائرة ثانية مثلا تحضر سعودية تحضر إيران تحضر مصر هؤلاء ليس لهم علاقة مباشرة بالمؤتمر وإنما هو حضور على مستوى ثاني السعودية ليس لها علاقة هم الآن المطروح أنه الذي يحضر الطرفين السوريين يعني والمشرفين على المؤتمر لعلهم يقصدون ماذا عن تركيا وعن يعني كل هذه الدول معنى ذلك ستعطى مهمة الحضور في الدائرة الثانية نعم أن تكون في دائرة ثانية هذه كلها صياغ مقترحة هل أنت تقر ذلك لا سأل موضوع أنا أقر أو لا أقر هم الآن يقترحون اقتراحات لأنفسهم الآن في اجتماع قالوا بعشرين الشهر القادم ديسمبر أيوة سيكون لتهيئة الأجواء قبل المؤتمر يعني للتقدم لأنهم عندهم أمور كثيرة غير متصورة منها من الأمور التي متزال عالق من الذي يحضر ليس فقط على المستوى الدولي وإنما أيضا على المستوى السوري من الوفد هذا من الذي سيشكل وفد المعارضة صحيح يقول أن الائتلاف هو المسؤول المسؤول الأول عن تشكيل وفد المعارضة بس مو معناة المسؤول الوحيد معنى ذلك يمكن أن تكون هناك دول أو مجموعات أخرى تأتي ما هو حجمها من هي كم هو تعداد الوفد كما قلت أنا أكثر مرة هل سنذهب بمظاهرة أم لا بوفد وفد خمس أشخاص سبع أشخاص طيب كيف سيتم تمثيل سبعين مجموعة معارضة بسبع أشخاص ماذا عن الدول الأوروبية هل ستحضر يعني إذا اعتبرت الدول الخمس هي المشرفة على المؤتمر يمكن أن تحضر الدول الخمس دائمة العضوية ستحضر الصين وروسيا وتحضر فرنسا وبريطانيا هناك من يقول أن هذه الدول الخمسية التي ستخرب المؤتمر يعني إذا كانت غير هو المؤتمر خربان وأنا بالنسبة لي لا قناعتي أنه لن يعني حتى الآن لأنه ما مؤتمر لا يقوم لا على أرض ولا على سقف لا يمكن لذلك أنا أقول الدول التي تسألني عنها إذا لم تتفق وتحسم أمورها إلا إذا كانت متفقة ومرتبة الأمر ضد الشعب الدول الأوروبية تعبت السعودية تعبت هذه الدول كلها تعبت ما لها حق الحضور للمؤتمر أنا لا أعطي حقوق ولا أنزع حقوق أنا أقول بأنهم هم الآن يبحثون عن صيغ تحوي تناقضاتهم هذه الدول لها مصالح وبينها تناقضات لما المقاتلين في سوريا يقولون أن إيران هي جزء كبير من المشكلة وليست هي جزء من الحال لماذا إيران يريدونها أن تحضر المؤتمر من الذي يريد أن تحضر المؤتمر الأخضر الإبراهيمي والروس والسوريين والإيرانيين هم الذين يريدون إيران أن تحضر لكن أطراف الأخرى لا تريد أن تحضر لأن إيران إذا حضرت خرب كل شيء ستكون عام إيران لما تقول نحن بيدنا حل المشكلة الحقيقة اسمح لي أتكلم شوي بالسياسة يعني إيران حتى الآن لم تفكر في لحظة من اللحظات بعقلية الوسيط هي تفكر مثل الروس يفكر بعقلية صاحب الإيران الطرف بعقلية الطرف والطرف المتشنج صح فكيف يمكن إذا كان إنسان لا يتصرف ولا يعني يأخذ قراراته على مستوى أنه وسيط يمكن أن يقدم نفسه كبسيط بالتالي يعني حتى الآن لم يستمع الشعب السوري من الإيرانيين كلمة واحدة على أنهم محسون بالمشكلة من وجهة نظر الضحايا حتى يوم اللي صار الضرب بالكيماوي والقتل بالكيماوي ورغم أنه كل الحقائق والوثائق تقول بأنه الذين ضربوا بالكيماوي هم جماعة بشار الأسد ربما يكون الأمر الآن الشعب السوري عنده وجهة نظر أنه قاسم سليماني هو الذي أمر أنفسهم عليهم أن يدينوه وأن ينسبوه إلى صاحبه وأن يقولوا ليس مقبولا من بشار الأسد أن يستخدم الكيماوي ضد شعبه يعني هذا الكلام الذي يجب أن يقال ولم يقوله ولم يقوله إيراني لماذا يقول لافروف أن تأجيل مؤتمر جينيف جاء بسبب أنانية الغرب شو دخل الغرب التأجيل يعني هو لافروف باعتباره مبدع مؤتمر جينيف وصاحب الدعوة إليه والذي ما زال خلال طبعا جينيف اثنين ويدور ويلوب حوله من شهر خمسة حتى الآن فهو يظن بأنه مجرد الناس تحضر إلى مؤتمر جينيف معنى ذلك أن المشكلات سوف تنحل وأنه سوف يستطيع أن يفرض رؤيته ورأيه هو وحكومته والإيرانيين على الناس لذلك هو ولا يرى دورا حقيقة هنا لاحظ وأنت سألتني من قبل هذه الكلمة أكثر من مرة يستخدمها لافروف هذا به حين يقول تقول لي يقول لافروف على الغرب أن يحضر المعارضة السورية إلى جينيف هو يتصور المعارضة السورية معنا طبعا كأداة بيد الغرب وأن هذا الغرب قادر على أن يمسك السوريين من أعناقهم ويجيبهم ويقعدهم على الطاولة بذلك هو يقول هذه العبارات عندما يقول بسبب أنانية الغرب ومرة أخرى يقول بسبب أنانية المعارضة السورية هو يعتبر نفسه الحق المطلق وصاحب الحق المطلق في سوريا وبالتالي يريد أن يفرض هذا الواقع على الشعب السوري يريد أن يفرض إجنيف ومخرجاته على الشعب السوري كون روسيا ما تزال تصر على أن على الشعب السوري أن ينزل على شروطها الآن الذي حصل أخي نبي المو بقوله بلا شروط هذا الذي يحصل الآن أن الولايات المتحدة وهذا جزء من الصفقة الإيرانية التي نتحدث عنها أن الولايات المتحدة والغرب ينزل على الشرط الروسي إجنيف الآن مهندس على الطريقة الروسية لذلك كاري ماذا في بقية التصريح وأنت اللي سألتني عنه يقول نحن نعلم أنه الذهاب إلى جنيف هذا هذا تصريح أنا أسميه تسكيني لأنه واضح هو إضمحلال الأمريكي التنازل الأمريكي عن كل شيء يقول كاري نحن نعلم أنه الذهاب إلى جنيف وراءه مشكلات كثيرة وأن الأمور غير محلولة وسنذهب إلى هناك وأعيننا مفتوحة على أبعد مدى هذا تصريحه تتم التصريح الذي سألتني عنه يعني هو يريد أن يطمئن السوريين أنه لا الأمور ليست محلولة وأنه سيذهب إلى جنيف سيناضل معهم أنا أقول لكل السوريين الذين سيذهبون إلى جنيف لن تجدوا من كاري ومن الولايات المتحدة ومن الغرب إلا المزيد من القزلان الذي عاينتموه على مدى ثلاثين شهرا لا تتوقعوا غير ذلك لا بد أن تستصحبوا معكم القوة والعزيمة إذا أردتم أن تذهبوا ورغم أنني في الظرف الذي أراه في الشروط العام للمؤتمر التي أراها في المناخ السياسي الذي أراه لا أرى أن في جنيف حلا لما يعيشه الشعب السوري من محنة ومن مآسي ومن عذاب ما هي الغاية من اللقاء بوتين مع البابا بابا الفاتيكان يعني هو ربما كانت الزيارة بدك تعتبرها بروتوكولية إلى حد كبير شو هالبروتوكولية ليش في هذا وقت أنا انتبهت إليها لكن الزيارة يعني على مستوى بوتين رئيس دولة تسمى عظمى والباتيكان بابا الفاتيكان كمرجعية روحية أيضا لمليارات البشر في العالم استمرت الزيارة 45 دقيقة سلام هذا نسميه نحن 45 دقيقة مش قليلة وليست هي الوقت الكافي لبحث أمور سياسية على مستوى العالم تمت في مكتبة الفاتيكان كما قالوا كان لاستوقفك في هذه الزيارة أنه كانت تركيز الأساسي هكذا جاءت عبارة التقارير كانت تركيز الأساسي من خلال 45 دقيقة على الأزمة ما يسمونهم الأزمة السورية وأنهم متفقون على الحل السلمي يعني اللي بيقصدوهنن يعني أنا أعجب أعجب كيف أنه الحبر الأعظم اللي بسموه زعيم المسيحية في العالم يرضى أن يكون شريكاً في كل هذا القتل والظلم 6 ألاف حالة اقتصاد تسجل الآن في سجل الذين يؤيدون بشار الأسد جميعاً 12 ألف طفل تسجل في سجل الذين يؤيدون بشار الأسد في سجل بوتن وفي سجل البابا نحن حتى الآن هذه الدعوة إلى السلام المموهة هذا كلام زخرف يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة كما يقود ربنا هذا الدعوة الدعوة الكاذبة إلى السلام أي سلام أي سلام يمكن أن يقول بين ضحايا مساكين يقتلون في كل يوم وبين مجرم مبير مبيد أباد الناس بالغاز الكيماوي أي دعوة إلى السلام تستقيم بين هذين الطرفين الذين يدعون إلى السلام ويتخفون وراء الدعوة إلى الصلح وإلى السلام وإلى المحبة هذه عملية تخفي لذلك أنا استوقفني في هذه الزيارة أن تكون الباباوية وأن يكون بوتن وبوتن ينقل صار رئيس دولة عظمى الآن صار ساعي بريد بسموه يعني هلله هو شيء معقول جدا أن وزير خارجية ينقل تحيات رئيس الدولة إلى دولة أخرى لكن بوتن ينقل تحيات البطرك الروسي الكنيسة الشرقية إلى بابا الفتيقان وخلال 45 دقيقة يتفرغان لدراسة الأزمة السورية والتأكيد على أنه يجب أن يطحن الشعب السوري على الطريقة الروسية هذا هو المؤذن إلى هنا أعزائي المشاهدين إن شاء الله لا يطحن الشعب السوري على الطريقة الروسية وإن شاء الله ينقذ الشعب السوري وإن شاء الله يتم الأمن والسلام لدى جينيب والشعب السوري سيكون سعيدا إن شاء الله أشكركم على كرم المتابعة كما أشكركم على ضيفي الأستاذ السعيم أستطيعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإن شاء الله منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثلا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير من كدبوا بالحق لما جاءهم فهو في أمر مريج أفهم ينظروا إلى السماء